عشان هيك الواحد بيشوف طرح سماحة السيد حسن نصر الله أكبر بكتير من قصة بنزين ومزوط طبعا هو أكبر بكتير بهذا الموضوع ولكن عم نروح على نقطة أساسية يلي هي بنفس الوقت ما هي ما فيه النصام بالرأي حول هذا الأمر يعني فيه ناس حتى إذا عم بيموتوا وإجا هذا البنزين أو المزوط الإيراني ما رح يشتروا فيه ناس هيك بعقلتهم هيك بطبيعتهم هيك بس الموضوع أبعد من هذا الاستعمال الموضوع فكرة أنه هذا الأمر يلي سمحت السيد هو بداية كسر حلقة الحصار وفي ناس تعتبر فيه حصار في ناس تعتبر ما فيه حصار سينجح برأيك بتحقيق الغاية طبعا هو لا يكفي الحاجة والعطش اللي موجود بالسوء ولكن سينجح بتحقيق غايته رح يحرر البلد من قيود خلينا نقول قيود احتكارات على مستوى أكبر على مستوى دولي وحصار أو رح يحطنا وأعنا بنصيب تاني ويحطنا أمام عقوبات وتحت نار العقوبات ومزيد من التأثير يعني شوف ألا بدي جاوب مدام سمر بخليل المحاورة على قناة الجديد مش المغردة على تويتر لأنه المغردة على تويتر إلى رأيها بهذا الموضوع مثل ما أناق لي رأيها ما خص هذا الموضوع على تويتر أنا خارج نحن هون قاعدين على طاولة بستوديو سأجيب سمر بخليل المحاورة على الجديد لأنها تريد أن توضح للرأي العام كل ففاصيل هذه القضية وإن كان فيه كمواطنة مثلها مثلها تشعر تماما بأنه يجب أن يكون هناك حل البلد أنا كمواطن لبناني كمواطن لبناني إن شاء الله لما بيكون الموضوع متعلق بحياتي متعلق بولادي متعلق بصحتي متعلق بأي شيء تاني إن شاء الله مش من إيران إيران عن السعودية أمريكا روسية الصين المو مو جزر القمر المريخ وينما بدك المهم أنه نعيش بكرامتي طب فاين جاوبتني على الموضوع هي جاوبتك ترايحك بس أنت جاوبني على سؤالي إذن لنحدد منهجيا من الذي دعا سماحة السيد حسن نصر الله بس أنا أختصر من الذي دعا سماحة السيد حسن نصر الله لإطلاق مثل هذه الدعوة هو شعوره وأحساسه بالمسئولية تجاه الشعب اللبناني وهو الذي يمثل ما يمثله على مستوى الأيقونة طيب هيدي مفروغ منها منيجي للقضايا العملانية في ناس كثير لم يستشعروا هذه المسؤولية ويقعدين ببروجهم أصلا ما حكيوا كلمة مع الشعب اللبناني إلى الآن يعني من كل هالأزمة ما حدا كلا طلع يحكي كلمة ما بدي يلا سمي مين ما بدي سمي مين مش مهمين مئات الحريرة منيح ماشي الحد سمي ته آه والله تفدل اللي بدي يقوله أنه على الأقل أنه هذا الرجل استشعر بكل هذا الغضب وحاجة الناس وبيعرف أنه هذا البلد اللي يمتصر على إسرائيل والتكفيريين أنه يعمل ما معقول كمان آخر شيء العالم بدأت توقف على البنزيل وتوقف على المزوط وما في كهرباء وبتعرفين نفط العراقي عملنا له شلشاله وشرب شو به وما بعرف شو معلش نفط العراقي لو ما حزب الله دفع شهده بالعراق ما أحد يفكر أنه بيجي نفط عراقي على لبنان هذه حطوها ببيلهم كلهم سوا اللي عم بيشتغلوا وهنا عم بحكي بغضب لأنه ما يحصل الآن في هذا الملف أيضا خرج من كل السياقات المنطقية ومن كل الأهداف الأساسية للموضوع يعني وأنا بعرف تماما ما الذي مارسه الحجد الشعبي في العراق في هذه القضية تحديدا وما الذي تلاعب به البعض وأخذ الأمور باتجاه السعودية وباتجاه أمريكا وصلنا ست سبعة شهر ونحن بعدنا عم نحكي بيوصل ولا ما بيوصل لرسة القصة الآن على شركة إماراتية بتبادل بالفجيرة بتجيب لنا النفط اللي بنا إياه نحن للفجور وتاخد نفط الأسود للبواخر يعني إذن الاستفادة أيضا صارت للإمارات بالموضوع بصرف النظر الآن نحكي عنها هذه لاحقا بعدين نشوف العمولات فيها واللعب واللعب فيها بهذه القصة نحن بهمنا هذا الموضوع هل وين تظهروا عادة هذه المناقصات مش بوزارة الطاقة؟ معا بوزارة الطاقة بوزارة الطاقة ماشي بكل حال أنا اللي بدي يقوله بكسر المسار اللي فتحوا سماحة السيد حسن الظاهر طلع يقول لللبنانيين أنه يا جماعة في ناس بلبنان مصرين على أنه نخنؤوكم حتى إذا في مطرح فيه منه هوا ممنوع يجي هذا الهوا لللبنانيين يعني يتواطؤون بشكل أو بآخر ويتحججون بالعقوبات على إيران أول شيء العقوبات على إيران هلأ بتوصلني للجولة أول شيء العقوبات على إيران طيب إذا إيران نفسها طلعت آلة لحزب الله وطلعت آلة لللبنان أنا مستعدة أعمل البدكنية بس أنتوا طلبوا يعني هي عم تتحدى هذه العقوبات على الطرف الآخر أن يكون على مستوى هذا الموضوع طالما أن العقوبات على إيران طيب إذا أنتوا مستشعرين العقوبات ليست فقط على إيران إيران يمكن قادرة تتحدى بالعقوبات عقوبات على من يتعاطى مع إيران أيضا إذا أنتوا مستشعرين أن هذه العقوبات بدأت يجي على الربنان تفضلوا وقالكم سمحت السيد روحوا على أي مطرح آخر أنا قدرتي جيب النفط من إيران إذا أنتوا قادرين جيبوا من مطرح تاني جيبوا بس الفارق وين؟ الفارق أنه مع حزب الله ممكن كتير نوفر عملي صعبة حتى ما تستنزف الخزينة بينما بالنسبة لإيلون لا مزيد من الإهدار ومزيد من الإحتكار وتقاسم القضية بين البيئين على كل حال لا هذا هو الحل النهائي ولا هذا الحل النهائي أنا برأي الحل النهائي كيف نضع لبنان ونحدد له هوية أما أنه منبطح أمام الأمريكي في كل شيء أما أنه ممكن أن يكون متصالح مع الأمريكي بالمعنى العام لكن على الأقل له هوية واضحة في أن الأمريكي لا يفرض علينا إرادته ولا يمكن لنا أن نؤمن للإسرائيل أمنه ونستفيد من نفطنا وغازنا هي هذه القضية كل هذا اللي عم تشوفيه أنت هو جزء من هذا المشروع اللي بدون يأخذوك عليه هو جزء من الترسيم والتعليم وأخذ لبنان إلى مثل هذا الموضوع لأن أمريكا لا تزال فاعلة في لبنان فاعلة عند المستقبل وفاعلة عند التقدم وفاعلة عند القوات وعند الكتاء وعند المافيا العميقة وعند الكارتلات فاعلة أكثر بكثير من حاجة سمر بخليل بس هوا دي فاعلة عندهم الأمريكي عمقول هون فاعلة اي اي عمقول بس هون فاعلة عندهم طبعا ليس هناك من بيعمل حتى بيختلف مع حلفاء وطا يرضي الأمريكي ويوصل رسائل ويجرب يخفف الوطأ عنه شوف فاعلة فاعلة مستفى أنا قلت فاعلة بمطرح تاني مؤثرة في فرق كثير بين أن تكون فاعلة وأن تكون مؤثرة نعم مؤثرة نعم ممكن تكون مؤثرة على الرئيس مجلس النواب مؤثرة على رئيس الجمهورية بحسابات المصلحة الكبرى بيقدر رئيس الجمهورية أنه نحن ما قالنا مصلحة نفوت مع أمريكا سولد أو رئيس مجلس النواب بيقلك أنه ما قالنا مصلحة نفوت مع أمريكا سولد ماشي الحال وحزب الله ما قالوا مصلحة يفوت مع أمريكا سولد بس حزب الله على الأقل أن له هذا الشرف في أنه يكسر هذه الحلقة ويقول لأمريكا أنه مش مثل ما بدك يمشي في لبنان هذا هو بيت القصيد في كل ما يجري سيبك بكل هذا الحديث اللي عم تشوفه سيبك من كل هذا الحديث بدي أختم ستصل البواخر إلى شواطئ بيروت ولا لن تصل هلأ في موضوع بيروت لا 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 كلمة واحدة ستصل ولا لن تصل بدك معلوماتي اتصالات على أكثر من صعيد لمحاولة عدم إنجاح هذه الخطوة التي قال عنها حزب الله محاولات عديدة يعني بأي شكل بدون يبعدون هذا الموضوع ستنجح المحاولات لا إذن ستصل ستصل طيب بس طيب بل شو يحضروا وراء الاعتماد يعني شو كيف بدون يشتغلوا كيف بدون يخلصوا الغنمات من هالديب عكل حال حزب الله سيسجل التاريخ أنه كسر إرادة أمريكا كما كسرها سابقا سيكسرها حاليا بأي طريقة من الطرق إلا إذا حدا قدر على المستوى الأنوني لقى مخرج حزب الله ما بيكون زعلان بس بالتأكيد حزب الله لن يتراجع فلننتظر ونرى بشكل كثير وما بدلوا تبديلة ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلة